سمعنا مقطوعات شرقية من تأليف عزف الكمان أحمد حسن وكانت معينا فرقة زي زمان ونكمل كلامنا مع أحمد فرقة زي زمان انت كونتها 2014 وبعدين الفرقة مرت بمراحل كتيرة قوي مرة كانت على شكل رباعي ومرة على شكل خماسي ومرة على شكل سوداسي أنا عايزة أعرف منك هو بيتوقف على إيه شكل الفرقة هل ده بتبقى مسألة إمكانيات ولا على الشكل الموسيقي اللي انتو بتقدمون لا هي الفرقة مرت بالشكل السوداسي وبعدين الشكل اللي احنا عليه دلوقتي اللي هو كان المفروض نبقى رباعي بس للأسف النهاردة عازف الكونتر باس تعب فالأسف طلعنا بشكل تريو لكن التغيير كان لأ كان مش إمكانيات ولا حاجة خالص يعني واحنا كنا الصوت وأنواع الألات لما كنا بالشكل السوداسي كان صوت وشكل مختلف ودلوقتي إحنا بشكل مختلف وبصوت تاني مختلف كان اختلاف صوت أكتر وفي نفس الوقت اختلاف سهولة حركة إن أنا أبقى أنا وعازف العود لأستاذ محمود عبد الفتاح إن إحنا نبقى دويتو بنتقابل نعمل بروفاتنا ونحفظ مع بعض وبعدين ينضم منين عازف الكونتر باس ونضم عازف الإقاع فهنا كانت الصوت الكمان مع العود صوت جميل حبيته أكتر اشتغلت مع ناس كثير أو يفرق كثيرة أو يفرق مشهورة ومطربين مشهورين اشتغلت مع عمين وبدايتك في المزيكة كانت إزاي؟ والله دي قصة طويلة يعني باختصار شديد البداية كانت من المدرسة مندرس الموسيقى قال لي يعني سألته سؤال كده كانت الموسيقى في المرحلة بتاعتنا في أولى سنوي وثالثة سنوي فأنا سألت المدرس الموسيقى طب إحنا في تانية سنوي هنعمل إيه؟ فهو قال لي أنت هتبقى حاجة في الموسيقى يعني هو كلمة هو اللي تنبأ هو اللي تنبأ يعني أو هو اللي فتح نفسي يعني وفضل يشجعني بعد كده كتير وأتدرب وأروح أتدرب بره المدرسة كان بيدرب حاجات تبع وزارة الشباب والرياضة فمن هنا كانت الموسيقى بتاعت تسيطر على الموقف يعني دخلت الجامعة ومن هنا دخلت فرق موسيقى عربية ثم دخلت مهرجان الموسيقى العربية أول مرة على ما أذكر كان ألفين وواحد واجرت ال واشتغلت مع ناس كتير قوي مطربين كمان معرفين الحمد لله يعني حتى يعني من حظي سعيد شغلت صاحب صباح فخري آآ فألفين وواحد في المهرجان الموسيقى العربية على هامش المهرجان يعني ميش في المشاركة الأساسية وشاركت في العمل مع كبار المطربين علي الحجار محمد الحل وآآ ناس كتير مش عايزة أذكر أسماء يعني بس طبعا كل فنان بدنشتغل معه آآ وأعماله اللي اللحنها عمالقة الموسيقى زي آآ أستاذ عمار الشريعي أو آآ الرواد زي عبدالوهاب والصنباطي وآآ محمد الموجي وكمال الطويل كل دول بيسيبوا في وجدانا حتة كده الحتة دي ممكن بتزهر في مخطوع ما أو في حتة معينة في مؤلفاتك آآ في المؤلفات زي طبعا آآ رائد الموسيقى الصامتة أو الموسيقى الألية رحمة الله عليه الفنان عبدو داغر آآ يعني هو ده معلم الأجيال يعني زي ما بيقولوا آآ كل الحاجات دي بتسيب فينا أثر فمفيش شخص بيبتكر محدش عمل طيارة من غير ما يشوف طائر بيطير قبل كده فهي فكرة بتسلم فكرة فإحنا أجيال بتسلم أجيال يعني